اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قيادة النادي الاهلي للاندية المصرية لتأسيس اول اتحاد كرة قدم مصري خالص في اطار جهوده لتمصير الرياضة المصرية وبالفعل اجتمعت الاندية بناء على دعوة النادي الاهلي وكانت اول جمعية عمومية يوم 19 نوفمبر 1921 عشان يتأسس اتحاد الكرة المصري ويعمل انتخاباته في 3 ديسمبر 1921 وبدأ اتحاد الكرة ينظم مسابقاته وكانت بكورة المسابقات بطولة كأس التفوق لكرة القدم على كأس الامير فاروق واتكلمنا عن القرار التاريخي اللي اللجنة التنفيذية للاهلي اتخذته بعدم اللعب مع الفرق الانجليزية سواء مباراة رسمية او الدي واللي الاندية وفقت عليه جميعا مع ده نادي المختلط والقرار ده كان سبب في ان الجمعية المصرية الانجليزية لكورة القدم تتنازل عن بطولة كاس السلطان حسين للاتحاد المصري لكورة القدم لتصبح تحت اشرافه وده حصل بعد ما اتفاجئت الجمعية المصرية الانجليزية لكورة القدم بعدم تقدم اي نادي مصري بطلب الاشتراك في بطولة كاس السلطان حسين وختمنا الحلقة بتوجيه اللجنة التنفيذية لفت نظر لمحمود مختار سقر لاعب فريق كرة القدم بعد تعديه بدون كرة على لاعب المختلط محمد جبر لما دخل عليه بعنف في لعبة مشتركة واكدت له عدم تكرار اللي حصل حتى لو كان هو المعتد عليه واشادت الصحافة بموقف الاهل وقالت ايه وان لنفخر بنادن هذه لجنة ادارته ولا نحسب محمود فندي مختار الا مباهيا كذلك بانتسابه الى مثل هذا النادي ونرجو ان تحذو الاندية حذوة فيصلح شأننا واستقيم امرنا استمر النادي الاهلي في انشطته ومسابقاته اللي اقامها للطلبة زي كاس احمد حشمة باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للالعاب الاخرى وزي ما قلنا لكم في الوقت ده كانت اللعبتين الاكثر شعبية وانتشار في الاندية كرة القدم والتنس فاقيمت مسابقات متنوعة في التنس منها مسابقات على كقوس الامير اسماعيل داود والامير عباس حليم فاكرين الامير اسماعيل داود ده اللي بيشرف على بوفي النادي زي ما كان محمود زلفقار بيك بيشرف على حدايا النادي وحفظ رونقها وجمالها النادي بيخدموا الكبار قبل الصغيرين اما الامير عباس حليم فكان من كبار اعضاء الاهلي ومن المهتمين بالرياضة مش في الاهلي بس ولكن في القطر المصر كله وتولى الكثير من المناصب الرياضية في مشوار تمصير الرياضة والاندية المصرية فكان رئيس اول اتحاد للاندية المصرية ورئيس الاوليمبي السكندري وبعدين المختلط اما بقى عن نشاط الحفلات تقرير حالة النادي في الجامعية العمومية اللي اقيمت يوم 24 نوفمبر 1922 والقى فؤاد ابوزابيك سكرتير النادي الاهلي اما الحفلات الاجتماعية فقد اقيمت حفلة مسائية بمساعدة حضرات السيدات اعضاء التنس بالنادي كانت في غاية النجاح عملت بها العاب عائلية مختلفة وكانت من بواعث السرور ودواعي الانشرح واقيمت حفلتان ساهرتان احداها لاعضاء النادي واخرى خاصة لسيدات المصريات من كرام العائلات ولم يسمح لاعضاء النادي بالدخول اليه في تلك الليلة وكعادة الاهلي اقيمت في ذكرى تأسيسه حفلة الابرة السنوية وبلغ ارادها 285 جنيه و500 مليم منها 10 جنيه تفضل صاحب الجلالة الملك بالتبرع بها للنادي لكن الحقيقة واحنا بنقل في محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعية العمامية للنادي لفت انتباهنا في تقرير حالة النادي كلام وجهه فؤاد بيك ابازة في حق رئيس النادي الاهل السابق اللي هو عزيز عزة باشا تعالوا نشوف فؤاد بيك ابازة قال ايه بالظبط ويا سرني ان اعلن لكم ان صاحب السعادة عزيز عزة باشا رئيس النادي سابقا وعضو اللجنة العليا والذي كان له الاثر الكبير في تأسيس النادي وايجاره قد شرف الاقطار المصرية بعد غيابه مدة طويلة وستتمتعون قريبا بلقياه هنا في النادي حيث ستجمعكم وياه حفلة شاي سنقيمها في القريب العاجل اعترافا بفضله الجزيل وايديه البيضاء على النادي حتى انه كان يرسل وهو في اوروبا اعانة سنوية لحفلة الالعاب الرياضية وقلنا قبل كده ان المسابقة او المباراة كان بيتقال عليها حفلة وكان تساءل عما اذا كان النادي في حاجة للمساعدة وكان اول ما ساءل عنه بعد وصوله للاسكندرية ومقابلته لمعالي جعفر ولي باشا هو الاستفسار عن حالة النادي وسيره وانه لا يصره جدا ان يرى النادي الذي عمل له كثيرا واشتغل باعماله طويلا سائرا في طريق التقدم والنجاح الكلمات دي بتأكد ان قيمة النادي الاهل كبيرة وعظيمة في عقول وقلوب مؤسسي مهما غابوا عنه قيمة رسخة مهما مر الزمن مفيش حد مر على النادي الاهلي الا واصبح له مكانة كبيرة في عقله وقلبه ويتمنى خدمته في اي وقت وده بنشوفه في الاهلي لغاية النهاردة اي مسؤول في النادي بعد ما بيسيب منصبه بيكون تحت امر النادي ولو شايف ان النادي محتاج حاجة بيعملها بحب وعشق وطيب خاطر وكأن النادي له دين في رقابته يعني مش منصبك في النادي هو اللي بيخليك تخدمه يا مرموس خدمة النادي الاهلي خدمات كبيرة وما تولتش اي منصب فيه فؤاد ابواثة بيك في تقريره للجمعية العمومية عن حالة النادي سنة 1922 اتكلم عن مشروعات مستقبلية كتير اوي للنادي الاهلي فقال ايه انه يلزمنا العمل لانشاء حلقة ملاكمة ومصارعة فهناك كثير من الاعضاء يملون لهذا النوع من الرياضة وقال كمان يلزمنا كل اللازم ادخال الكهرباء الى النادي فان دخول الكهرباء يحسن حالة النادي تحسينا عظيما ويدعو للاقبال عليه يعني لحد سنة 1922 كان النادي بيضاء بغزل استصباح وكمان في عام 1922 قرر محمد طلعت حرب بيك تقديم استقلته من عضوية اللجنة العليا للاهلي في الوقت ده طلعت حرب بيك كان توسع في مشاريع كتير قوي لتمصير الصناعة والتجارة والاقتصاد المصري ولقى انه مش هيقدر يجدم الاهلي زي الاول وفي الجامعية العمومية يوم 24 نوفمبر 1922 وقف فؤاد ابازة بيك سكرتير النادي وقال واني آسف كل الاسف لاستقالة حضرة صاحب العزة محمد بيك طلعت حرب عضو اللجنة العليا الذي منعته مشاجل الكثيرة عن مباشرة اعمال النادي وقد قدم للنادي خدمات كثيرة وثمينة نسجلها لعزته بخالص الامتنان وكامل الاعتراف بفضله واقترح على الجامعية العمومية اعتبار عزته عضو شرف النادي واني على كمال الثقة بانكم توافقون على ذلك فليس لدينا ما نقدمه برهانا على شكرنا لمن قدموا خدمات للنادي الا تصطير ايات الامتنان وتقليدهم عضوية الشرف بالنادي بدأ موسم 1922-1923 والاتحاد المصري لكرة القدم مسيطر على كل المسابقات في مصر بدأ نشاطه موسم موسم 1921-1922 بتنظيم مسابقة كاس التفوق لكرة القدم على كاس الامير فاروق وتم ضم بطولة كاس السلطان حسين الى مسابقاته وقرر تنظيم بطولة جديدة بطولة للدوري العام زي بطولات الدوري في اوروبا لكن اتحاد الكرة استضم بأهم عائق منعوا من استكمال الفكرة ايه هو العائق ده ان وسائل المواصلات في الوقت ده ما كانتش مريحة زي النهاردة ما فيش غير القطر وبياخد وقت طويل قوي في السفر بين المحافظات ده غير التكلفة اللي حتتكلفها الاندية اللي يدوب بتغطي مصارفها وهي بتلعب في بلادها في الوقت ده كان الجيش الانجليزي عامل بطولة بين الاسلحة التابعة لها وكان نظامها ان اسلحة كل منطقة من مناطق معسكراته يعملوا بينهم مسابقة يعني معسكرات منطقة القناة يطلع منها بطل ومعسكرات منطقة القاهرة يطلع منها بطل وهكذا وبطل كل منطقة يلعب مع ابطال المناطق التانية عشان يحددوا بطل الجيش الانجليزي خلاص تاهد والاناها ننظم البطولة على نفس شكل البطولة اللي عملها الجيش الانجليزي وتم تقسيم مصر الخمس مناطق القاهرة والسكندرية والوجه البحري والقناة والسعيد وكان نظام البطولة بنفس الشكل تلعب أندية كل منطقة دوري خاص بيها وبعدين يتقابل أبطال المناطق في النهاية لتحديد بطل الدوري المصري في آخر كل موسم وسميها بطولة المناطق الدورية الفكرة تنفذت بشكل جزء يعني بدأت كل منطقة تنظم بطولتها وبدأت مناطق القاهرة والسكندرية والقناة تلعب بطولة المنطقة تبعها في الوقت ده سنة 1922 ما كانش فيه عدد من أندية السعيد وبحري يسمح بتنظيم بطولة مناطق في السعيد والوجه البحري فبدأت البطولة بثلاث مناطق بس لكن ما تمش تنفيذ باقي الفكرة وأبطال مناطق القاهرة والسكندرية والقناة ما لعبوش مع بعض لتحديد بطل الدوري وفضلت بطولات المناطق بتقام بنفس الشكل لحد ما توقفت والتحاد الكرة قرر تنظيم شكل بديل للتنافس بين المناطق بدأ عام 1924 فتم تنظيم بطولة باسم كاس الملك فؤاد للمناطق على أساس أنه يتم تشكيل منتخب من أندية كل منطقة ويلعبوا مع بعض واستمرت البطولة يمكن لحد سنة 52 وأهدى الأمير عمر توصن درع لمنطقة القاهرة يفوز بيها بطل دوري المنطقة وأصبح اسم البطولة بطولة الألعاب الدورية لمنطقة القاهرة لنيل درع الأمير عمر توصن هذا عنوان طويل قوي وبدأت بطولة كاس السلطان حسين لأول مرة تحت إشراف وتنظيم لاتحاد المصري لكرة القدم لكنها كانت المرة السابعة في تاريخ البطولة أول أربع بطولات فاز بيهم فرق مختلفة من أسلحة الجيش الإنجليزي وفاز المختلط بالمرتين الخمسة والستة لكن المرة الستة تحديدا واللي كانت آخر مرة تحت إشراف الجامعية المصري الإنجليزية لكرة القدم مسم 1921 1922 حصل فيها حاجة طريفة أولا نادي المختلط كان عنده مشاكل في تشكيلة الفريق لإصابة ثلاثة من أهم لعبين وحيلعب مع فرق إنجليزية وهو حامل اللقب واللقب معرض للضياع وعودة الكاس مرة تانية لأحضان الإنجليز المسؤولين في المختلط طلبوا من الأهلي دعموا بتلت لعبين عشان يسترد قوته ويقدر يحافظ على الكاس وفعلا الأهلي من منطلق حرصه على إن البطولة ما ترجعش الأحضان لإنجليز تاني وافق على دعم المختلط بتلتة من أهم لعبين رياض شوقي وده كان كابتن الأهلي وخليل حسدي ومحمود مختار سقر وفعلا قدر المختلط إنه يفوز بالبطولة وفي الموسم الجديد فاز الأهلي على فريق هم بشار الإنجليزي 2-0 في دور 16 لكن نادي المختلط حامل اللقب خرج في نفس الدور على إيد فريق الطيران الإنجليزي وكانت مفاجأة كبيرة أوي لأن المختلط خرج رغم إنه بيلعب فيه في الوقت ده أبو الكرة المصرية وأحسن لعب في مصر حسين حجازي وحسين حجازي مصدر أول أي فريق وفريق الطيران اللي غالب المختلط حيلعب الأهلي في دور التمانية ونزعج الوسط الرياضي الكاس السلطانية ممكن ترجع تاني للإنجليز فكتبت الأهرام قبل مباراة الأهلي وفريق الطيران الإنجليزي كتبت تحت عنوان ماذا يخيفنا على الأهلي قد وقع القدر وغلب الطيران المختلط وظن الأخير أنه في من جات من الخطر وأنه قاب قوسين وأدنى من الكأس السلطانية نعم يظن الطيران أنه وأنه إلخ إلخ ذلك لأنه غلب المختلط ولأنه فاز على أبطال معدودين ولكن أمامه خطران عظيمان وعثرتان قويتان هما الأهلي والاتحاد وعلى كل حال نرجو أن أملنا في الأهلي هو الأخذ بثقر المختلط والمحافظة على الكأس أن تظل في أندية مصر هذا العام وعشان نعرف أن مباراة الأهلي وفريق الطيران الإنجليزي ما كانتش مجرد مباراة عادية وأنه كان لها بعد وطني نقرأ مع بعض تغطية الأهرام للمباراة اللي أقيمت يوم الجمعة 16 مارس 1923 وفاز فيها الأهلي 1-0 أحرزه خليل حسني فكتبت الأهرام تحت عنوان النادي الأهلي يقهر الطيران هرعنا مع العدد الكبير من محبي لعبة كرة القدم إلى نادي السك الحديد وكانت أفئدتنا ملأة بالمخاوف وقلوبنا ترتجف من تلك المخاوف قلنا ما قلنا قبل المباراة استصرخنا واستنهضنا أبطال الأهل وحماته أن يصدوا عنا أولئك الطيارين العنيدين فكنا عند حسن ثقتنا بالأهليين الأهلوية يعني الأهليين يعني الأهلوية كانوا بيقولوا عليهم كده وقتها يعني وكانوا عند أملنا وأقرب إليه منا تقابل الراجي بالمرجى وكانت تلك النتيجة التي وددناها أو تلك الأمنية التي رغبنا في تحقيقها فأنعم بأبطال القاهرة وجزاهم الله على عملهم وحسن جهادهم خير الجزاء شايفيني إزاي الوسط الرياضي والصحافة اتعاملوا مع المباراة ألأ ومخاوف وتحفيز الكل خايف أن البطولة تخرج من بين الأندية المصرية وترجع للإنجليز خصوصا أن دي كانت أول بطولة لكاس السلطان حسين تقام تحت إشراف اتحاد الكرة المصر فهل أكمل الأهل مشوار البطولة بنجاح وحافظ على كأسها وظلت في أحضان الأندية المصرية أم ماذا؟ في الدور نصف النهائي لعب الأهل يوم الأربع 28 مارس 1923 مع فريق الشبان المسيحية وفاز بنتيجة 3 واحد ووصل للمباراة النهائية أحرز أهداف الأهلي خليل حسني هدفين وهدف لمحمود مختار وتحدد يوم الثلاث عشر إبريل 1923 للمباراة النهائية بين الأهلي وفريق دراجونز الإنجليزي والطريف إن المباراة كانت في اليوم التاني ليوم الاثنين تسعة إبريل وده كان يوم عيد شام النسيم أيامها وكتبت الأهرام قبل المباراة تحت عنوان أين تذهب بعد شام النسيم مش أين تذهب في شام النسيم يتبارى النادي الأهلي مع فريق الدراجونز في الدور النهائي للكأس السلطانية يوم الثلاثاء الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بأرض السكة الحديد بجزيرة بدران كان ساعتها ملعب السكة الحديد في منطقة جزيرة بدران بشبرى مصر وتحت عنوان أملونا في الأهليين اللي هم الأهلوية زي ما قلنا كتبت الأهرام أملونا في لعب النادي الأهلي أن لا يسرفوا في صحتهم يوم شام النسيم فيخرجوا يوم الثلاثاء إلى الدراجونز وهم متأثرون وخير لهم أن يؤجلوا شام ناسيمهم إلى أن يأخذوا الكأث ويشموا فيها كل فخر ونسيم عليل إن شاء الله وفي المباراة فاز الأهلي اتنين واحد أحرز أهداف الأهلي خليل حسني وأحمد مختار وفاز بالبطولة ودي كانت أول بطولة رسمية للأهلي في تاريخه وكأنها جت في شهر إبريل عشان تكون أجمل هدية في احتفالات النادي الأهلي بعام تأسيسه السادس عشر تخيلوا أول بطولة في تاريخ الأهلي كانت بعد ستاشر سنة من تأسيسه اليوم ده كان يوم تاريخي الجمهور خرج من ملعب السكة الحديد بجزيرة بدران في شبرة وفي دلماشي لحد مقر الأهلي في الجزيرة يعني تقريبا حوالي تلاتة كيلو ونص وطول الطريق بيهتفوا هتفات سياسية ضد الإنجليز وقبل ما يعدوا كبري قصر النيل وقفوا عند سكنات الجيش الإنجليزي اللي كانت موجودة وقتها في مكان جمعة الدول العربية دلوقتي وهتفوا باستقلال مصر وزوال الاحتلال الإنجليزي كانت أول تظاهرة رياضية وطنية في تاريخ مصر القصة ما كانتش مجرد فوز في كرة القدم روح ثورة التسعتاشر كانت متغلغلة في نفوس المصريين وشعار مصر للمصريين ما عاشش في وجدانهم المباراة كانت تلخيص رياضي للصراع مع الإنجليز انتصار رمز للمصريين على الإنجليز في مجال الرياضة انتصار له دلالات سياسية لأن الأهل كان أول فريق نشأته مصرية خالصة يفوز بالبطولة ما كانتش ارتباط بكرة القدم ولا تشجحها كان ارتباط بالنادي نفسه وقمته كنادي وطني ومن هنا زاد ارتباط الشعب بالأهل وزادت شعبية الأهل أكتر وأكتر وأصبحت مباريات الأهل مع الأندية البريطانية والأجنبية موعد للتظاهرات الرياضية الوطنية يلعب الأهل في العباسية أو ملعب السكة الحديد في جزيرة بدران في شبرة أو حتى بملعب الأهل في الجزيرة تخرج جماهيره لحد سكنات الجيش الإنجليزي في قصر النيل وتهتف تضي الاحتلال الإنجليزي وبالمناسبة وزي ما قلنا فرق الجيش الإنجليزي فازت بأول أربع بطولات وما فازوش بيها أبدا بعد كده لغاية ما توقفت بطولة كاس السلطان حسين عام 1938 وفاز بيها الأهل سبع مرات يليه النادي المصري تلت مرات والمختلط والترسانة والسكة الحديد مرتين لكل فريق والاتحاد والترام مرة واحدة لكل فريق واستمر الأهل في تطوير منشآته قلنا إن النادي كان بيتم إضاقته من أول تأسيسه والحد سنة 1922 بغاز الاستصباح فدخلت الكهرباء عام 1923 بدل من الغاز وكلفت النادي 52 جنيه ده غير إهداء داود راتب بيك لبيت النادي نجفة تمنها 18 جنيه ياه تكلفت دخول الكهرباء للنادي 52 جنيه بس لا المبلغ دا كان بيساوي كان موقتها دا الملك فؤاد لما اتبرع في حفلة الأبرة اتبرع بعشر جنيه وكان مبلغ كبير قوي وملعب كرة القدم بعد إصلاحه بقى أحسن ملعب كرة القدم في القاهرة وبدأ التفكير في إنشاء كشك كبير يسع ألف متفرج كشك هنا يعني مدرجة وبالفعل تم اختيار راس مهندسي للمدرجة وتقدم بعض المقاولين بعطقات لبناؤه لكن التكلفة كانت عالية قوي فتم تأجيله وتم إنشاء ملعب تنس جديد فبقى عدد ملاعب التنس في النادي خمس ملاعب في نفس العام 1923 حصل التطور الأكبر في تاريخ المرأة المصرية على المستوى الرياضي لأول مرة تبدأ المرأة المصرية ممارسة الرياضة وتحقق حلم عمر لطفي بيك صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي بدخول المرأة النادي لممارسة الرياضة مش مجرد دخول لمشاهدة الحفلات والمباريات فكرة عمر لطفي بيك اللي عرضها في جلسة 13 ديسمبر 1907 بتعيين يوم في الأزوع أو يومين لدخول السيدات ليس إلا يعني السيدات بس اللي يدخلوا النادي لممارسة الرياضة أيامها اللجنة العليا للنادي قررت تأجيل النظر في الاقتراح لأن ظروف المجتمع في الوقت ده ما كانتش تسمح وفي سنة 1913 يعني بعدها بست سنين قررت اللجنة العليا في جلسة 14 فبراير 1913 تنظيم حفلة للرجال في يوم وللسيدات في اليوم التالي وده كان أول اقتراح لدخول المرأة المصرية للنوادي وفي الجلسة اللي بعدها يوم 21 فبراير 1913 قررت اللجنة العليا أن تقام الحفلة يوم 21 مارس 1913 بدلا من 16 مارس 1913 وضم الحفلة التي كان تقرر إقامتها للسيدات إلى هذه الحفلة وجعلها حفلة واحدة مع تخصيص مكان للسيدات وباب خصوصي يدخل منه وده كان أول دخول للمرأة المصرية لأي نادي في تاريخ مصر ومن سنة 1913 والحد سنة 1922 يعني لمدة 9 سنين المرأة المصرية كانت بتدخل النادي تتفرج بس على الحفلات سواء كانت رياضية أو فنية وفي الوقت ده كانت رياضة السيدات مقصورة على الأجانب طب يعني المرأة المصرية ملهاش نفس تمارس الرياضة السبب الرئيسي في التغير المجتمعي ده كان ثورة 1919 اللي غيرت من مفاهيم المجتمع ناحية المرأة المصرية لأنها خرجت سنة 19 لأول مرة في تاريخها لتشارك في المظاهرات الوطنية كشريك أصيل في المجتمع وأصبح السؤال اللي بيدور في أزهان الجميع لماذا لا تمارس المرأة المصرية الرياضة مثل المرأة الأوروبية فقررت اللجنة التنفيذية في سنة 1923 أن يتم تخصيص صباح يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لدخول المرأة النادي من أجل ممارسة الرياضة ولا يصرح للرجال بالدخول في هذين اليومين إلا بعد الثانية عشرة ظهرا وتم إعداد غرفة تغيير ملابس للسيدات اتكلفت 8 جنيه وهكذا يذكر التاريخ أن النادي الأهلي هو رائد الرياضة النسائية في مصر وقدم لمصر العديد والعديد من النماذج النسائية المضيئة على المستوين المحلي والدولي زي مين ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم بربنا في حلقات قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر